أقرى قائد القوات الأمريكية الأسبق في العراق الجنرال ديفيد بترايوس بأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء خطيرة في العراق قدت إلى تصاعد العنف فيه ونقلت صحيفة ميليتري كومة الأمريكية عن بترايوس قوله إن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء خطيرة عام 2003 مثل ترضي آلاف من العسكريين والموظفين المدنيين العراقيين من أعمالها مؤكداً أنها كانت أخطاء صغيرة أطلقت العنان للعنف بشكل واسع في العراق بترايوس أضاف أن النجاحات التي تحققت في العراق بشق الأنفس سرعان ما تبخرت بعد مغادرة القوات الأمريكية للبلاد ملقياً باللون في ذلك على رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي ورئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي اتبع أجندة طائفية وبشكل علني